كما اجتمع سعدة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مدينة انطاليا التركية مع معالي الدكتور عبدالله ابو حبيب وزير الخارجية وشؤون المختربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يقدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصحتين الإقليمية والدولية